قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوديع عهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة بمطار القاهرة الدولي في ختم زيارته لمصر وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تشاهدت مباحثات موسعة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزيها بمختلف المجالات يلتقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع نظيره التركية هاكان فيدان في إطار زيارته الحالية إلى تركيا ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا بعد جلثة المباحثات هذا ويلتقي شكري خلال زيارة الرئيس التركية رجب طيب أردغان تأتي الزيارة في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وطيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة بالإضافة إلى التنصيق والتشاور حول سبج مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية استشهد سبعة مواطنين في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة أفدت وكلة الأنباء الفلسطينية بأن غالبية الشهداء من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب المدينة وأشارت إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نظرا لعدد الإصابات الناتج عن القصف هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل بالقرب من المقبرة الشرقية في حي السلام بمدينة رفح مما أسفر عن استشهاد فلسطينية وإصابة أعداد آخر بجروح بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا مع نظره الإسرائيلي أف جالنت جهود الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية بينتاجون أن الوزير أوستن بحث أيضا أحدث التطورات في قطاع غزة وإجراءات تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يجدد التزام فرنسا ببدل كل ما في وسعيها لتجنب التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مجددا التزام بلاده ببدل كل ما في وسعيها لتجنب التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية جاء ذلك خلال استقبال ماكرون في قصر الإليزي رئيس الوزراء اللبنانية نجيب ميقاتي لبحث سبل تحقيق الاستقرار في البلاد كما استقبال ماكرون القائد العام للجيش اللبناني العمادة جوزيف عونة وأشر ماكرون إلى الاتزام الفرنسي ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم على مشروعات قوانين مفصلة تتعلق بتقصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل ويصوت النواب على أربعة مشروعات قوانين ينص المشروع الأول على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 61 مليار دولار كما ينص مشروع قانون آخر على تقصيص أكثر من 26 مليار دولار لدعم إسرائيل ومليارات الدولارات لتايوان كان البيت الأبيض قد قدمت دعما حذرا لهذه المشروعات الجديدة الأسبوع الماضي قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها وقع انفجار شديد بمدينة المسايب شمال محافظة بابل العراقية وأفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر أمني محلي بأن الانفجار ناتج عن استهداف قاعدة كالسو في محافظة بابل بقصف مجهول فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنه بعد الانفجار شهد تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية تتجاول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكاربل من جهته نفى الجيش الأمريكي أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية في العراق ترجمة نانسي قنقر